تعد القدم السكري مرض يصيب مرضى سكري من خلال ظهور بعض الأعراض المرضية في القدم نتيجة اعتلال للأعصاب الطرفية وقصور الدورة الدموية ما يتسبب في بتر جزئي أو كلي للقدم في حال التهون بالعلاج اللازم الزميلة إيمان شرف زارت مرضى القدم السكري وعدت لنا التقرير التالي لن نكون هنا أكثر قسوة من فقد جزء ظاهر من الجسد ولن نكون هنا أقل إيمانا بالوعد الإلهي المستلزم للجزاء الأوفى عند الصبر والاستسلام لما أقره الخالق من محبة لعبده فابتلاه ليزيد في حسناته مرض القدم السكرية الذي يتسبب به مرض السكر إعلان للتمسك بالحياة لا للخنوع للمرض هو مرض يصيب تركيبة القدم ووظيفتها بأضرار نتيجة مرض السكر نحن أولينا اهتمام خاصة هذه المرضى لأن هذه المرض لو انتهى ببتر لا تأثير نفسي على الفرد وكذلك على المجتمع فنحن عندنا في وحدة جراحة الأوعية الدموية نعتني بذلين المرضى وهي تعتبر وحدة متطورة على مستوى البحرين وعلى مستوى المنطقة ومتوفر فيها كل الخدمات نحن في غرفة القصطرة كذلك من الخدمات التي نقدمها لدليل المرضى القصطرة للأطراف السفلية في حال تحتاج إلى قصطرة القدم السكرية ليس مرضا محددا بل هو أحوال مرضية متعددة الشعور بها أو بإحداها يعني الإنذار بالإصابة بالقدم السكرية مثل ضعف أو عدم الإحساس بالقدم الإحساسات غير الطبيعية بالقدم مثل البرودة أو السخونة بلا سبب صعوبة حفظ التوازن أثناء الوقوف أو المشي الآلام المتكررة بالقدم بدون إصابات أو جروح إلى جانب التورم والقروح والجروح نتيجة الاعتلال العصبي أو قصور الدورة الدموية أو الالتهابات الجرثومية لاحظنا أن هناك الزياد مضطرد في عدد المرضى الزائرين لعيادة الأقدام السكرية فمثلا في 2012 كان عدد الزائرين للعيادة تقريبا 2600 مريض ارتفع هذا العدد في 2016 لتقريبا 7777 مريض مما يدل على زيادة في وعي المرضى لضرورة ومراجعة الطبيب للمرضى تحديدا لعندهم الأقدام السكرية وكذلك زيادة نسبة للمرضى المصابين بالقدم السكرية ايها لشة تسلمني هدوا هدوني حين ما أصل للعلاج أشعلا اللي على الله الأعراض في دايس مسمار صار لي شهر ما بريت صدني التهاب مدري فالحين الحمد لله واجد أحسن اليوم سووا لي قسطرة في الرجول الحمد لله إن شاء الله أحسن صار لي عشرة أيام واجد عناية منتازة ليل نهار بالعكس الحمد لله لعلاج القدم السكرية قواعد أساسية تتلخص أهمها في العمل على سيطرة بكافة الوسائل المتاحة على نسبة السكر في الدم لتبقى حول المعدل الطبيعي إلى جانب تنظيف وإزالة الأنسجة الميتة حول وداخل القدم معالجة الالتهابات والتقرحات بالمضادات الحيوية المناسبة جميل أن نعلم أن أكثر من 85% من حالات البتر الناتج عن داء القدم السكرية يمكن تجنبها الأمر الذي يوجب على مرضى السكر معرفة تلك المضاعفات وأسبابها للحيلولة دون وقوعها ولأن القدم السكرية مرض يصيب مرضى السكري فهنا الضرورة حتمية تقع على مرضى السكري لاتباع التعليمات المتعلقة بالعناية بالقدمين لاكتشاف أي مشكلة وعلاجها حتى وأن كانت بسيطة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين